موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من حديث الثانية والتي نتناول فيها كعادتنا أبرز الملفات المحلية والأقليمية والدولية وفي هذه الحلقة سنناقش التحالف الوطني يجتمع في كربلاء المقدسة لبحث موضوع الإصلاح والتغيير الوزري خرق أمني جديد في الحلة بتفجير سيطرة الآثار أودى بحياة العشرات موسيقى السيد نصر الله يرجع موقف السعودية من حزب الله لإخفاقها في سوريا واليمن موسيقى اهلا بكم في الملف الأول عقد قادة التحالف الوطني اجتماعا أمس الأحد في مدينة كربلاء المقدسة بحضور رئيس التحالف الدكتور إبراهيم الجعفري أكد فيه موقفه الدعم للإصلاحات والتغيير الوزرية الذي دعا إليه الدكتور العبادي والمضي بها من أجل تقديم الأفضل للشعب العراقي الاجتماع خرج برفض تفرد أي فصيل سياسي بالقرار السياسي وحمل السلاح في بغداد وباقي المحافظات خارج إطار الدولة داعيا إلى سلمية التظاهر والالتزام بالقانون في الأماكن المحددة من قبل الأجهزة الأمنية لتمكينها من أداء واجبها في حين حث بيان التحالف الجميع إلى تحشيد كل الجهود من أجل تحرير الأراضي والمدن المغتصبة وإعادة الاستقراري إليها التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير اجتماع كربلاء المقدسة لم يأتي بجديد هذا ما استشفه مراقبون من البيان الختامي للاجتماع الذي عقد مكملا للاجتماع المفتوح الذي عقده التحالف الوطني الأسبوع الماضي فالعبارات هي العبارات بالتأكيد على الإصلاح واستثمار الفرصة لتصحيح المسار السياسي في عموم البلاد من قاعدة الدعم المرجعي والشعبي التحالف الوطني باعتباره الكتلة الأكبر التي تقع عليها مسؤولية تشكيل الحكومة لأنه الراعي للعملية السياسية منذ تأسيسها يحاول جاهدا من خلال اجتماعاته الخروج برؤية موحدة ومحددة حول الإصلاح على وفق برنامج واضح مشفوع بإجراءات وأدوات تنفيذية تمكن صانع القرار من الذهاب بعيدا نحو الإصلاح فيما تزداد القناعات يوما بعد آخر بأن الإصلاح ليس فقط حكومة ووزراء على مختلف العناوين كتكنقراط أو سياسيين وأن التعديل الوزاري أو التغيير ليس إلا مفردة من مفردات الإصلاح الذي لا بد من أن تصاحبه إصلاحات مجتمعية واقتصادية تمكن الفرد العراقي من التمسك بأرضه ووطنه وهنا على مجلس النواب العراقي تشريع القوانين المهمة التي من شأنها فك قيود الدولة العراقية وإنهاء القوانين البالية لمجلس قيادة الثورة سيء الصيد والتي ما زال الجزء الأكبر منها نافذا في حين تصاعدت التحذيرات من أن تكون حكومة التكنقراط فقط لأجل التغيير واستبدال المزاج السياسي للهروب من الضغط الشعبي والمرجعي فحكومة التكنقراط يراد لها أن تكون حلا لا أن تكون مشكلة للحوار حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي الدكتور عصام الفيلي بداية دكتور نرحب بك هل يمكن القول أن الاجتماعات باتت لأجل الاجتماعات لا أكثر في أن كان على مستوى الرئاسات أو مستوى التحالف الوطن تفضل بالبداية تحلي لك سيدي وإلى كل المستمعين الكرام وشكرا لقناتكم على هذه الاستضافة أعتقد في الأرف الاستراتيجي أن مجرد الذهاب إلى الحوار هو بحد ذاته يعد منجز لماذا لأن يكون هناك سماع للآراء والوجهات النظر ولكن أعتقد في اجتماع التحالف الوطني الذي جرى يوم أمس كان هناك منتهى صراحة ما بين جميع الأطراف التي حضرت إلى الاجتماع أمام رؤى متباينة من الجذور بين أكثر من كتلة وأكثر من شخصية في كيفية المعالجة هناك من كان يرى بضرورة أن تكون حكومة تكنقراط مستقلة بعيدة عن الحزبية بعيدة عن المحاصصة وهناك من كان يريد أن تكون هناك حكومة تكنقراط على أساس المحاصصة الحزبية بالقياس إلى ما حصلوه من قبة البرلمان من مقاعد برلمانية وبالتالي نجد أن هناك كانت انسحابات لأكثر من الشخصية في هذا الاجتماع تمثل بالانسحاب الأول لسيد معتد الصدر ثم انسحاب سيد عمار الحكيم مع بعض الشخصيات على هذا الأساس نجد أن البيانة التي صدر من الحكومة يعني عبر القناة الرسمية وهي كان تضمن بعض المفردات مما جعل بعض الأطراف أن تعترض حتى على هذه المفردات التي توجد ببيان سماعة سيد مقتد الصدر اليوم قال نحن وحينما البيان الذي صدره هو لم يكن بيانا قد تمك لا بحضوري ولا بحضور سيد عمار الحكيم على هذا الأساس أعتقد أن ما يتم الحديث اليوم عنه في اجتماعات من أجل معالجة الوضع قادنا إلى مزيد من العزمات التي تؤدي إلى اتقان الوضع السياسي في العراق أمام رؤية أو دعني أقول بكل صراحة قوى سياسية متمسكة كل برأيها دون رغبة في النزول والوصول إلى المنطقة الوسطى من أجل الحوارات الجذرية في هذه الأزمة طيب هل يبدو أن التحالف الوطني الآن هو غير قادر على بلورة رؤية مشتركة لعملية الإصلاح وأيضا ترك الحكومة للعمل وحقوق بعض الكتل إلى الآن المتخوفة في العملية السياسية يعني أنا أقول بعد هذا الاجتماع التحالف الوطني يمور بمرحلة حساسة وخطيرة جدا لسبب بسيط جدا أمام هذا الإصرار من قبل أكثر من الكتلة أنه أعتقد إذا استمر هذا الإصرار لن يبقى هناك شيء اسمه تحالف وطني يمثل كقوة أكبر لماذا؟ لأن هذا الإصرار أنا أقول أمام تشكيل بعض الكتل حضرتك تعلم المشاهدين الكرام أنه قبل أيام تم تشكيل كتلة كانت عددها 120 شخصية وكانت هذه الكتلة يعني تسمى حقيقة الكتلة التي أريدها منها أن تكون عابرة طائفية عابرة للقومية وبالتالي هذه الكتلة لم تعد تحتاج إلا محصلة رقمية وهو معدل النصب زائد واحد أي قد تستطيع أن تشكل حكومة قادمة وبالتالي في هذا الإطار أنا أقود من كل القوى السياسية عليها أن تقدر حجم المخاطر القادمة في قادم الأيام لأن هذا الإصرار سيقود ليس من فرات التحالف الوطني وعدم بقاءه وإنما يدخل البلاد في أتون أزمة حقيقية لأن اليوم عمق المشكلة أصبح داخل المكون الواحد وداخل التحالف الواحد وبالتالي هذا يجر إلى مزيد من التقانات مزيد من الصدمات ولكن اللافت للنظر أن هناك الكثير من الأطراف تمتلك القوى الشعبية القادرة على إحداث التغيير وهذا حقيقة نحن نتمنى حتى التغيير حينما يكون يكون بطرق دستورية طرق دبلوماسية طرق طبيعة تداول سلمي للصدر دون موضوع التوجهات الوصول إلى حافات الصدام كما يعتقد بعض الأطراف هذه إشكالية الأزمة السياسية في العراق دكتور هل أنت من الداعين إلى مأسسة التحالف الوطني؟ نعم يعني أعتقد أنا كنت دائما أقول وليس هذا حديثي اليوم منذ أن تأسس التحالف الوطن يعني كان يجب أن تكون هناك نخبة صقور وأنا هم أقول نخبة صقور أقول هؤلاء الذين يعني حقيقة لهم تاريخ وطني معين تاريخ في أيام النظر السلبي لهم مكانه لهم تحصيل ثقافي معين انتماءات حزبية وبالتالي كان المفروض منذ البداية أن يذهبوا بخلق ما يسمى الجيل الثاني هؤلاء الآباء المؤسسين لموضوع التحالف الوطني كان على الأقل أن يكون هناك أولاً الموضوع المأسسي يجب أن تكون هناك تكنقراط مستقلين وخاصين يلحقون بالتحالف الوطني يصمون رؤية استراتيجية للتحالف الوطني في كل مفصل ليس فقط مفصل سياسي مفصل سياسي اقتصادي اجتماعي على صعيد العلاقات الخارجية وهؤلاء يكون تكنقراط مستقلين إضافة إلى أن يكون كان يجب أن يكون هناك عملية إعداد لخط ثاني طوال 13 عاماً حقيقة مع خاصة اعتزازي بكل القدرات التي كانت سواء كانت في المشهد السياسي أو الآن التي كانت حقيقة موجودة حالياً هي لم تستطيع أن تقدم لنا تعيد إنتاج نخبة قادرة على إحداث تغيير كثير من دول العالم يعني هناك تجارب دعني أقول مثل في روسيا يلسن حاوله واستطاع أن يعد بوتين وبوتين الآن يعد خلفاً له وبالتالي حتى هذه عملية الأداد قد يكون هناك تحفظ عليه في النظام الديمقراطي ولكن هم يخرجون من الأزمات إلى أزمات قد تكون أو حلود دعني أقول أشد وطأه اليوم مشكلة الشارع العراقي محتقن الكل يريد أن يكون تغيير وأعتقد الفقرة الرابعة من بيان السيد مقتدى الصدر يوم أمس كان بيان شديد اللهجة قوي حينما قال نحن اليوم لم نعد يعني وسأتحدث عن كل بيان كما هو قال اليوم لم نعد نتحدث حول موضوع الشلع اليوم بدأنا نتحدث حول موضوع الشلع قلع بمعنى هذا حقيقة يقول سماحته في هذا البيان الذي صدر اليوم بمعنى هذا إننا ذاهبون باتجاه التغييرات الجذرية طيب دكتور سنتحدث عن هذا البيان اليوم لماذا الجميع هو يعني لربما متمسك بما بدأت عليه الحكومة اليوم المعارضة هي اليوم تقف وتعارض بعض الكتل الأخرى بالسبب التأثير عليها مع يعني في ظل الرؤية الواضحة أن كل المسؤولين في الحكومة العراقية هم تقلدوا هذه المناصب لتقديم خدمة للشعب العراقي لكن إلى الآن لم نجد ما هو يجب عليهم أن يقدموا إلى هذا الشارع العراقي لم نجد هذه الخدمة بالمستوى المطلوب هل أن هذا الوقت يسمح بإقامة تحالف هنا أو هناك أو يسمح بإقامة تكتل هنا أو هناك وترك معاناة هموم الشعب العراقي نعم يعني هذه أعود إلى النقطة الأساسية أعتقد أن طبيعة التحالف الوطني مشكلته يعني في الدستور العراقي يكلف رئيس الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة في الدستور العراقي في ذلك الإطار كان يجب أن يذب التحالف الوطني العراقي كونه الكتلة التي تحمل عددا أكبر في اختيار شخصية معينة ويتركون له حرية الأختيار التحالف الوطني فيه من الشخصيات أنا أقولها بكل صراحة كثير من الشخصيات هي قادرة على بناء أكثر من دولة ولكن هذه الشخصيات كانت دائما أما تكبل أو تحيد أو تسقق أو تتهم ببعض الاتهامات الباطلة فبالتالي لو تركنا لأي رئيس وزراء عراقي أنه يكون هو حر للاختيار دون إملاءات من هذا الطرف لا من حزبه ولا من تحالفه ولا من كتلته أنا ذاك من الممكن أن تكون عملية متابعة ورقابة لأداء الحكومة وأنا ذاك من الممكن أن نحل الأزمة ولكن في مثل هذه الظروف مع زيادة الاحتقان أقولها بكل شيء بصراحة الشارع العراقي اليوم المظاهرات انتقلت من ساحة التظاهر في منطقة ساحة التحرير بدأت تصل إلى الجامعات العراقية وهنا مكمن الخطر في تاريخ العراق السياسي كانت دائما الجامعات العراقية هي العنصر الأقوى إلى التغيير وهذا ما يحصل كانت الجامعات العراقية الساحة لصراع الأحزاب الإسلامية والعلمانية والليبرالية والقومية والقطرية وما شابه ذلك ولكن في هذه الأيام اليوم لم تعود ساحة صراع أحزاب بقدر ما هي مطالبة لحقوق معينة قد يرى هذا الطرف هذه الحقوق حقاً وهنا مكمن الخطر الحقيقي يجب أن يذهب إلى التحالف الوطني إلى معالجات جذرية عن طريق تشكيل حكومة التكنقراط وبالتالي حكومة التكنقراط هذه المستقلة الغير متحزبة أن يذهب الجميع بشجاعة ويقول أنني أكتفي بمحاصلتي برلمانية وأكتفي بالصقور الموجودة كاستشاري كنخب قادر على بناء دولة ونترك رئيس الوزراء لشكل حكومتي لكن علينا كتعالف وطني أن نحافظ على التحالف أولاً وأخيراً لأننا الأقدار في هذا الاتجاه في ظل الحديث عن حكومة التكنقراط اليوم هناك من يرجع تشبث بعض الكتل السياسية بمناصبها لمستقبلها السياسي بربطه بمقعد حكومي هنا أو هناك في حين أن المواقع تأتي وتذهب والأصل في العمل هو الأداء السياسي وليس يعني لربما الدور السياسي الذي تتقلده بعض الكتل عن الدور السياسي الذي يوفره البرلمان في هذا الإطار أنا أتفق معك تماماً إشكالية النخب السياسية العراقية تجد نفسها أنها لا يمكن أن تكون في هذا الإطار ما لم تستطيع أن تكون هي جزء من المسؤولية التفيذية على هذا الأساس اليوم المشكلة ليس أن يتولى شخصية معينة مفصلاً من التحالف الأوطني أو غيره ولكن غياب الكفاءة في كثير من المفاصل التي تتولىها كثير من المسؤولين وبالتالي أصبحت بعض المناصب الحكومية إشبه ما تكون بعملية تبديل أجواء عائلية اليوم في هذا المنصب بل إننا ذهبنا إلى أمور أكثر خطورة وأشد خطورة مثلاً أننا حينما نغادر السلطة التنفيذية أو حتى السلطة التشريعية ودعني أقول بكل صراحة بدأنا نأتي بمستشارين حينما يتولى الوزير الفلاني من الكتلة الفلانية يأتي بمستشار من كتلته لكي يكون مستشاراً في الوزارة وهذه كارثة إذا كان من الكفاءة جيد رائع ولكن المشكلة الحقيقية أن هذا الشخص قد يكون غير كفاءة غير كفو إضافة إلى كل هذا المشكلة حتى نكون واقعيين ليس فقط في التحالف الوطني في كل القوى السياسية يعني اليوم لا يوجد تكتل إن كان سنياً شيعياً عربياً كردياً لا يأتي بنفس الوجوء يحاول أن يعيد استنساخ التجربة مما يتمخض عن كل هذا مزيد من الأزمات دون الوصول إلى الحلول وبالتالي خلق التراكمية لدى كثير من القوى السياسية سايكولوجياً يرى نفسه بأنه صاحب الحق التاريخي وأنه محصن ويجب أن لا يسئل ويجب أنه يعني حينما أنا أتذكر قبل أيام كان لدينا لقاء مع رئيس مفوضية النزاهة الدكتور حسن الياسر أنا ومجموعنا الأخوان التكنقاط والإعلاميين تحدث بصراحة الرجل وقال أنني أحياناً حينما أريد أن أفتح ملف على شخصية متنفذة يأتي رئيس الكتلة ويقول لي كيف لك أن تفتح مثل هذا الملف وهذا قيادي في هذه الكتلة اليوم الموضوع الوطني غاب لدى الكثير أمام مطاليب جماهيرية اليوم المواطني العراقي يعيش دون مستوى خط الفقر وهو صاحب الأعباء الأكبر مع زيادة سكانية أقولها بكل صراحة وغياب تخطيط استراتيجي لمعالجة هذه الطاقات الشبابية وهذه استحقاقات دعني أسمي استحقاقات مواطنة اليوم نتحدث عن خدمات صحية شبه غائبة خدمة ضمان اجتماعي بسيط جداً أو إذا كان يكون غائب اكتظار سكاني أزمات داعش على الأبواب قوة سياسية بعض القوة مرتبطة من هنا وهناك كل هذه حقيقة يحتم علينا بالذهاب بضرورة بناء دولة تكنقراط مستقلة ونزيهة دون الاتفاف على حقوق المواطنة رئيس الوزراء بالأمس أعلن عن وثيقة للأصلاح ومكافحة الفساد لكن هذه الوثيقة أو هذا البيان لم يخرج وبقي مخفي وأيضاً كان بيان التحالف الوطني لم يشر إلى أي إشارة لإجراء أي وثيقة إصلاح في البيان يعني أنا أعتقد الإشكالية ليس بالبيانات والإشكالية ليس في موضوع طرح المشاريع والرؤال اليوم نحن بحاجة إلى إجراءات تنفيذية صارمة اليوم السيد العبادي عليه أن يستدعي رئيس مفوضية النزاحة ويقول لي تعالى لي بحيتان الفساد وكواسج الفساد قد يكون قدمت لائحة مفوضية النزاحة مشكورة باتجاه حالة بعض الشخصيات إلى القضاء ولكن السؤال المطرح أمامنا هل هؤلاء هم؟ ولكن نجد أن المدقق الدولي اليوم يفاجئنا بحقيقة الأرقام المذهلة وكأنه نحن حقيقة كالذي يصاب يعتقد أن أصبع له واحد المصاب في السرطان ولكن يبدو أن السرطان قد وصل إلى الكبد وحتى عبر إلى الدماغ وكل أعضائه وهو ما زال يصره ودون أن يشعر على الأساس أنه ذلك المتعافي لا يجب معالجته وإدخاله وأخذ جرعاته الكيميائية ضمن هذا الإطار أنا أتمنى من السيد رئيس الوزراء حتى يكسر ثقة الشارع العراقي يخرج بلا أنا لا أقول به انقلاب عسكري ولكن أقول ببيان رقم واحد لإعلان الفساد ويقول أرجو أن تساعدوني على تشكيل حكومة تكنقراط مستقلة وأرجو أن تساعدوني هؤلاء أسماع حيتان الفساد وإنني في فترة أقصاها سأشكل حكومة تكنقراط مستقلة ومن لم يقبل فإنني أحتكم إليكم إلى الشارع العراقي ويقول لهم أعلموا تماما أنكم انتخذتم القوى السياسية بناء على وطنية مفعمة بالمشاعر العاطفية دون التمحص في برامجهم الحكومية ولذلك أنا المطلوب مني أن أقدم من اشترط على رئيس الوزراء بالذهاب إلى حكومة تكنقراط أن يقدم استقلاته في حزب الدعوة كي تكون الكابينة كابينة للمستقلين كيف تقرؤون هذا الطرف يعني أنا أعتقد اليوم حينما يذهب مجرد أن يذهب السيد العبادي إلى تقديم هذه الكتلة أنا أقول هنا هو أمام خيارين خيار أن يذهب بالطرق الدستورية للبرلمان وبالتالي يعقد معهم اجتماع ويقول لهم أعلموا أنني سأذهب إلى هذا الخيار إذا لم تقبلوا في هذا الإطار فإن الشارع العراقي اليوم يقف والشارع العراقي أنا أقول بكل صراحة اليوم العقل الجمعي يكاد يكون متاع يتحرك باللاوعي هذا في الوقت ما قال يسأل من نفس الاجتماعي أنا أتحدث عن نفس السياسي لذلك تقدير المخاطر في هذا الإطار اليوم مو موضوع سيب ونسيب لا هذا الموضوع لا يجب أن يكون اليوم حتى وإن كان السيد العبادي من حزب الدعوة هنا ما يقدم حكومة تكنقراط بعيدة عن الدعوة بعيدة عن الأحزاب الأخرى أو حتى فليأتي من الدعوة ولكن يأتي بكفوء جداً بصفحة ناصعة أو يأتي من التيار الصدري بكفوء وناصعة جداً غير متهمة يعني بل لكن المشكلة الحقيقية أين؟ المشكلة أن لا تكون هذه الحكومة حكومة غير متخصصة المشكلة بخالف الشارع العراقي أن يعاد استنساخ التجارب والوجوه في هذا الاتجاه طيب دكتور لا توجد في حديث أساسة هناك لربما مبررات لعملية إصلاح في القضاء السياسي مع العلم أنه أول ما نادت به المرجعية الدينية هو الإصلاح في القضاء يعني لربما اليوم القضاء يشكل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح نعم يعني أنا أعتقد اليوم مشكلة القوة السياسية بعد أن استحولوا على المسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بدأوا يتدخلون في كل المفاصل حتى في موضوع القضاء أنا أقول القضاء في العراق يتعرض إلى ضغوط حقيقة هذه ضغوط من بعض القوة السياسية يعني حينما يقتل قاضي أو يقتل محقق أو يقتل يعني حينما تعود إلى أرشيف القضاء العراقي لا نجد أنه قضاء يعيش في مناخات سعيدة ولا في مناخات مريحة بل أن عملية التهديد والتلويح بالقتل والضغوط من هنا وهناك لذلك بعض القوة السياسية التي تمتلك رؤية استراتيجية حتى حينما تجد قاضي يتعرض إلى ضغوط معينة تحاول أن تتصل به وهذا ما حصل في بعض ملفات الفساد وتقول له نحن نبرأ من هذه الشخصية وبالتالي أنت لك كل الحرية وكل القدرة يعني كما يقول في المثل العامي أنت مبرئ الذمة في التعامل معه كيفما تشاء بناء على مصنحة الوطن مشكلة القوى السياسية لا تعتقد أن هذه الضغوط على هذا القاضي أو ذاك إنما يولد مزيد من الأزمات لا تتوقع مقدار الصورة السلبية للوضع السياسي في العراق حينما خرج راضي الراضي كرئيس مفوضية وسافر وخرج العراق غادرا كم هي الصورة السلبية انعكست على العراق وبالتالي دعونا نعالج الأمور بأقل ما يمكن من الخسائر دون الذهاب إلى مزيد من الأزمة دكتور في هذا السؤال باختصار لسماحتي اليوم يعني التحالف أو الكتل السياسية تراقب أداء التحالف الوطني وصمتها صمت غريب يعني قد يصل التحالف إلى رؤية مشتركة وتعترض عليه الكتل أليس من الأولى فتح طاولة حوار على الجميع؟ يعني أنا أعتقد هناك كتل تريد للتحالف الوطني أن لا يوفق في موضوع اختياره تريد التحالف الوطني أن يفشل في منتجه السياسي لأنها تريد أن تذهب إلى حكومة طوارئ وبالتالي في حكومة الطوارئ أنا أقول هنا على التحالف الوطني أن ينتبه سيكون هناك الموضوع يتعدى موضوع الحكومة الحالية ستفتح بعض الملفات ربما تؤدي إلى انهيار سمعة أحزاب كبيرة وبالتالي هذه القوة دعونا نفهم خلونا نذهب إلى حكومة تكنقاط مستقلة خير لنا من نذهب إلى حكومة طوارئ ربما تجر البلاد إلى مزيد من أزمات دكتور ابقى معي سأعود لك بعد قليل بعد أن ننتقل إلى الملف الثاني من حديث الثاني لهذا اليوم أحبتي المشاهدين فاصل قصير ونكمل معكم الحوار الثاني من حديث الثاني أحييكم من جديد في المحور الثاني في منتصف النهار في مدينة الحلة كان داميا وتحديدا عند مدخلها الشمالي في سيطرة المدينة الأثرية حيث انفجرت شاحنة مفخخة وسط السيارات المتقدسة عند خطوط نقطة التفتيش أدت إلى جرح واستشهاد العديد من المواطنين في خرق ثاني في المكان ذاته تفجير الحلة جاء تزامنا مع الانتصارات الأمنية التي تحققها الأجهزة الأمنية والحجد الشعبي في قواطع الأنبار وصلاح الدين وغرب الجزيرة حيث أحكمت القوات الأمنية على شرق بحيرة الثرثار تمهيدا لفك الحصار عن مدينة حديثة ومحاصرة الفلوجة بانطلاق عملية تحرير جزيرة الخالدية محللون رأوا أن لجوء الدواعش إلى العمليات الإرهابية مؤخرا جاء لفك القناق عنهم في ميدان القتال ولتحقيق نصر إعلامي يدير الكاميرا نحوهم من جديد التفاصيل في هذا التقليد في تطور أمني خطير في بابل انفجر صهريج مفخخ وسط سيطرة الآثار بمدينة الحلة التفجير الذي خلف دمارا كبيرا لتصل حصيلة التفجير إلى ثمانين بين شهيد وجريحة بينهم منتسبون في القوات الأمنية انفجار قبل ساعات صار انفجار حتى بقوان شناهم بقوان شناهم والله شهداء جو الصبات الحدثة لا كرينات لا كل شيء وين الحكومة وينها الفجار صهريج يقولون سيارة صغيرة مزاية تتمشى وصوية الرأس الشارع وكان الطيق هاي السونان اناخر لليا هذا الشنو اشي يكشف هذا بس البرازيتون سيارة صغيرة من ناطقة من السونان وبالصهريج هذا ناطق رواية من كان بموقع التفجير ونجا منه بعجوبة تتحدث عن توقف مفاجئ لسيارة كشف المتفجرات فيما بدت السيطرة مدمرا بشكل كبير تسبب ذلك بتجمهر مئات المواطنين الذين يبحثون عن جثث شهدائهم اشترطي انا واقف يم اشترطي ذاك اللي منك طب بسيارة سيارة عمد السونار فقال لي اشترطي قال لي اوقف السونار عطل اشترطي قال لي عم السونار عطل اقفوا شوي وقفوناك نص ساعة وعبرونا اشتغل على جاز الدخول هذا السهريج المفخخ اللي مو جاي من منطقة بعيدة مو جاي من داخل بابل لا ما تحصل لحد الان ما تحصل ما نقدر نعرف عدد الشهداء بس لحد الان داي طلعون اخواننا الاجهزة الامنية والمدنيين الاخوان المدينة كلهم داي باشرون برفع كل الجثث هو التفجير العنيف الثاني الذي حدث بهذه السيطرة قبل عام من الان تدخل سيارة مفخخة وتحصد ارواح الناس ايضا انتحاري يقود صهريج مفخخ دخل الى عمق سيطرة الاثار قام بتفجير الصهريج هذا التفجير الى استشهاد عدد كبير من المواطنين اضافة الى الاجهزة الامنية التي تقوم بواجبها داخل هذه السيطرة هو تطور خطير في الملف الامنية من سيطرة الاثار في الحل احمد عماد قناة بلادي اهلا بكم الجديد اعود الى ضيفي من بغداد المحلل السياسي الدكتور عصام الفيلي دكتور مرحبا بك مرة اخرى في المحور الثاني لحديث الثانية اهلا ومرحبا اهلا بك سيطرة دكتور بماذا تفسر العلاقة الطردية فيما بين الجدل السياسي والخروقات الامنية نعم يعني اعتقد دائما كل ما يكون هناك شكل من اشكال الاحتقان السياسي بين القوى السياسية يلقي بظلالها على كثير من المناطق العراقية وقبل ما اندل سيطرة الحلة دعني اتحدث هنا عن موضوع القتل والعبادة الجماعية لأول مرة في حياتي انا اشاهد موضوع اعدام مجموعة اقولها بكل صراحة على اهم يجلسون على القنفة او الاريكة وهذا بحد ذاته كما حصل في منطقة المقدادية لان القوى السياسية فيها العراقية لا تتقي الله وبالتالي تحاول ان تجير اي عنف يعني في مرحلة معينة او في لحظة معينة الى مكون دون ان تحاول ان تسمي هذا باسم ارهاب على هذا الاساس نجد ان الازمات تتوالى في كثير من مناطق العراق وبالتالي عملية صناعة المفتفجرات والمفخخات في العراق لم تجد تعد هناك حقيقة اقولها بكل صراحة محاذير من صناعتها لان في كثير من المناطق هناك مصانع هناك عملية تعبير بهذه المتفجرات وهذه المكونات بطريقة او باخرى هناك دعني اسميها تناغم بين بعض الشخصيات اقولها في عملية هذه الهائل من المتفجرات لذلك نجد في اي لحظة يتم هناك دعني اسميها وجبات جاهزة للقتل متمثلة بسيارات مفخخة متمثلة بزوارق مفخخة متمثلة بشاحنات مفخخة وبالتالي تنتظر اشارة الانطلاق من هنا وهناك مع جود استخباري كبير لداعش والتنظيمات الارهابية حقيقة في اكثر من جزء واكثر من مفخة دكتور كيف تقرأ تفجير الحلة يوم امس وهل هناك ربط بالتقدم الامني الحاصل الان نعم يعني انا اعتقد طبيعة النصر العسكري الذي تحقق طوال هذه الفترة في اكثر من مفصل وبالتالي يعني لاننا نتحدث كنا نتحدث عن اشهر مضت كان العراق يخلو منها تماما شبه تماما من تفجيرات وبالتالي ان هذه الاشهر التي مضت حقيقيا كانت بالاساس اقولها هو مجرد يعني يعني نصر كبير كان يتحقق قوات العراقية وقوات الحج الشعبي الابطان في اكثر من محور واكثر من مكان وبالتالي عملية فصل لمغذيات الارهاب في كثير من المناطق ولكن اليوم هذا التنظيم الارهابي اليوم ادرك تماما ان بعد تقدم قطعات الجيش العراقي تحريرهم لمناطق شمال الجزيرة وبقية المناطق في سامراء ان تواجده لم يعد موجودا الا يحاول ان ينلم قواته في منطقة بالضبط اتحدث هنا عن الموصل فكان لابد له تحرك من المناطق القريبة من العاصمة العراقية قبل ايام كان هناك تفجير في منطقة ابو غريب كان هناك تفجير ارهابي ايضا في منطقة المقدادية ومنطقة مدينة الصدر كل هذا حاولت مشاغلة قطعات الجيش العراقي في وقت انا اقول ليس فقط قطعات الجيش العراقي حتى قوات الشرطة الاتحادية اش كان يتنا في العراق نحن مثلا على سبيل المثال نعتمد الاسلوب العددي مثلا ان الشرطة العراقية التصريح الوزير الداخلية الاخير يقول عدد افراد الشرطة العراقية 660 الف مقاتل بالتالي حينما نأتي ان نحسب عدد مجموع الشرطة والجيش نجد ان بمعنى هذا ان هناك لكل 35 شخص فرديا من الامن ولكن في العرف العسكري او العرف الامني ان يجب ان يكون كل 250 فرد من الامن لمواطن لكن دكتور بعض التحليلات السياسية ترى ان المنجزات الامنية تبقى احادية الجانب اذا لم يصاحب تقدم المنجزات الامنية تقدم في المجال السياسي هل تتفق مع اهلا طرح يعني نعم يعني اولا حينما يؤمن ابناء المكاو الشعب العراقي قاطبة ان امن العراق هو امنهم جميعا وبالتالي موضوع اقولها بكل صراحة الوصول الى معاقل التنظيمات الارهابية نعم مع تفعيل الاحكام القضائية ضد كل من يروج لمسألة طائفية او مسألة اقولها بكل صراحة او محاولة خلق احتقانات حينما يظهر نائب ويحاول ان يسوق بان ما يتعرض له ثلاث افراد هو استهداف لمكون ولكن هذا النائب يتحدث وهو لم يرى هذا المكون ولم يصل الى مناطقهم ولم يحاورهم بربما يكتفي بمسج يصله بثلاث كلمات وبالتالي يلقي بظلاله على الشارع العراقي وتستغله التنظيمات الارهابية في تجنيد كثير من الشخصيات اليوم المشكلة الحقيقية نحن لم نواجه فقط تنظيم نواجه افكار قادرة على التغلغل الى بعض المفاصل وعملية محاولة استدراج فئات ومكونات عراقية لكي يكون ادوات قتل يعني كلنا موجود حواضل في هذه المناطق باختصار لو سمحت يعني اولا كثير من المناطق المحيطة في الحلة او مناطق المحيطة في بغداد هي مناطق قروية انا اقول عملية ضربات الاستباقية التي يجب ان تكون بمقدار عالي من القوة هي التي تحاول ان لا يصل هناك يعني دعني اقول التفجيرات قبل حدوثها اليوم هذه التفجيرات دعني يسميها الكمية النوعية احنا ما يتوفى او يعفوني يستشهد يوم امس ستين شهيد عراقي وسبعين جريح ونفس السيطرة قبل ما يقارب سنة ونوص او سنتين كانت قدموا ما يقارب مئتين ضحية نعم نعم دكتور عصام كان معي ضيفي من بغداد الدكتور عصام الفيلي المحلل السياسي شكرا جزيلا لننظم أنك معنا احبتي المشاهدين ابقوا معنا وايضا سنتابع معكم المحور الثالث من حديث الثانية في محورنا الثالث ارجع السيد حسن نصر الله موقف السعودية مؤخرا ومجلس التعاون الخليجي من حزب الله واعتباره منظمة ارهابية الى فشل السعودية في اليمن وسوريا والبحرين وايضا ثمن السيد الصدر في كلمة متلفزة بمناسبة اصبوع الشهيد علي فياض الذي استشهد في سوريا كل المواقف الداعمة للحزب التي استنكرت اعتباره منظمة ارهابية في تونس وسوريا ومصر والجزائر والعراق واليمن وحتى من بعض الشخصيات الاجتماعية في الخليج التفاصيل في هذا التقليد عائد من مشواره الطويل في ميادين الجهاد الى بلدته الجنوبية انصار التي كانت تنتظره باحتفال تأبيني كبير حضره حجد سياسي وعلمائي وشعبي كبير هؤلاء هم الذين جسدوا وحدة الدم وحدة الساحات وحطموا اسطورة سايكسبينكو التي حاولت ان تمزق هذا الوطن العربي اذا كانت النوايا والخبايا والتمنيات تتلاقى وتتضبابك مع العدو الصهيوني اذا هم الارهابيون لان العدو الصهيوني هو رأس الارهاب في العالم ومن ينصره من طواغيت امريكا وبريطانيا وفرنسا واذنابهم من حكام العرب في حضرة الشهيد القائد كان الموقف الواضع لقائد المقاومة من يريد ان يرفعكم ايها القتلة فسيسقط معكم قالها السيد نصر الله لا اهل سعود ولا اهل فلان ولا اهل فليتان ولا نظام ولا رعاة صلاطين ولا فقهاء بلاط ولا اعلام ينفق عليه ملايين الدولارات ولا اكاذيب الفتنة الطائفية والمذهبية ولا التحريد الطائفي والمذهب من يريد ان يرفعكم ايها القتلة ايها المجرمون ايها الصهاينة يا مرتكبي المجازر في دير ياسين وجنين وقانا وبحق المصريين والتونسيين وشعوب المنطقة من يريد ان يرفعكم من ما كان يسقط معكم وعن تدخل حزب الله في العراق اشار السيد نصر الله اما نحن في العراق فكنا نقاتل تحت قيادة الحشد الشعبي قيادة عراقية شريفة مخلصة وطنية وتحت قيادة الاخرى العراقيين وما زلنا يمكن لو كنا من قاتل تحت قيادة امريكية ما بيوصفون بالعرهاب وانا اقول لهذا الجهبز لو لا الحشد الشعبي في العراق لكانت داعش الان في قصوركم وبيوتكم تسبيل ساعكم وتهتكوا اعرابكم رسالة واضحة للسعودية وحلفائها وضعت النقاط على الحروف من يواجه السعودية في سوريا هو المدافع الحقيقي عن المصالح الوطنية اللبنانية هو المدافع الحقيقي على المصالح الوطنية اللبنانية ما فيك تجي تبتزنك لبنانيين وتقول انا عم بسمحلكم تشتغلوا بالخليج فعملوا معروف اتركوا سوريا تسقط في عيد المنظمات الارهابية التكثيرية التي ستأتي لاحقا لتذبح اطفالكم وتسبه لساعكم وتدمر مساجدكم وكنائسكم هذا منطق ما حدا بيأبال فيه تخلل الاحتفال فيلم يحكي مسيرة الشهيد المليئة بالانجازات وتضحيات ولكل نصر فيها كانت له بصمة الحاج علي فياض الملقب بعلاء البوسنة فارس كل الميادين يتوج مسيرته بالشهادة يرحلون مع خيوط الشمس تاركين خلفهم الكثير ممن لا يطقون طريقة الانتصارات لتبقى روحهم تحدث الأجيال عن مسيرة رجال سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة من منطقة أنصار جنوب لبنان خسين عياد قناة بلاد الحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا من بيروت المحلل السياسي الدكتور وسيم بزي دكتور بداية مرحبا بك يعني من عنوان الشهيد علي فياض علي بوسنة يتضح أن حزب الله ليس تنظيما طائفيا وبالتالي كيف لتنظيم لا يتسم بالطائفية أن يتهم بالإرهاب مفارقة عجيبة ليس كذلك؟ أكيد تحية لكم ولمشاهدي بلادي وتعازين للشعب العراقي البطل بشهداء مجزرة الحلة لأن المعركة واحدة والساحات متصلة والعدو واحد بالنسبة للشهيد علي البوسنة بالتحديد هذا غيض من فيض يثبت كم أن هذه المقاومة باكرا أخذت المعنى القيم الأخلاقي لساحات مشاركتها ولعنوان العدو الذي اختارته وهو خارج أي معنى مذهبي أو طائفي بل يرتكز على المعنى القيم الإنساني الأخلاقي لهذه المعركة وعلى طبيعة العدو الذي شكلت إسرائيل نقطة الارتكاز في تحديده وطبعا معها داعميها الدوليين وأيضا هذا الإرهاب التكفيري المستولد من رحم السياسات الإسرائيلية والأمريكية أما السبب المذهب الطائفي الذي أريد لهذه المقاومة أم توصد به فهو بهدف النيل مما راكمته تاريخيا وعلى مدى عقود من وعي ومن قيمة ومن اتماء ومن ضوء وإرادة بث الفتنة المذهبية هي السبيل الأمثل لشحن الرعاع الذين من السهل أن تنطلي عليهم هكذا أكاذيب ولا يملكون الحصانة الطبيعية لمحاولة فصل حقائق العمور عن المشتبهات بها لذلك الشهيد على في الساحات التي قاتل فيها ومنها ساحة البوسنة وساحة العراق وساحة سوريا يؤكد مرة أخرى على أن هذا الأنموذج ودماؤه الزكية التي سطرت على هذه الساحات هو أولا مدافع عن الحقوق عن الأخلاق قبل أن يكون بقلب شرنقة أي اعتبار مذهبي ضيق نعم دكتور بعض مواقف العرب أخذت تتكسر شيئا فشيئا بعد موقف تونس الأخير برأيكم لما لا نشهد تراجعا في مواقف بعض اللبنانيين بكل عسف يعني ما نشهده الآن من هذه الهجمة الشرسة التي تقودها المملكة العربية السعودية ومرتكزاتها اللبنانية حتى نكون دقيقين هي عبارة عن كشف المستور لأن هذا التآمر التاريخي بدأ منذ عقود وكان موجودا في حرب تموز كان موجودا عام 1985 عندما تعرض سماحة السيد محمد حسين فضل الله لمحاولة اغتيال آثمة شاركت فيها المخابرات السعودية ومخابرات دولية وسقط فيها شكرا للمشاهدة 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 بعقيدة سلبان وهي عنت أن المملكة العربية السعودية خرجت عن كل المألوف التاريخي من سياستها المحافظة والتي كانت توصف بالحكمة وبالهدوء وبعدم الانفعال ما نشهده في هذا العام وما شهدنا هو ببساطة شديدة رعونة واندفاع غير محسوب وتحطيم لما كانت تملكه السعودية من أوراق هدر مالي تعامل مع الأعداء ضرب للصف العربي تخلي أمريكي عن السعودية سقوط لورقة النفط ورفع علني لورقة الإرهاب التكفيري الوهابي في تنافس واضح بين المملكة العربية السعودية وبين أبو بكر البغدادي على من هو القادر فعليا على رفع الراية الوهابية وإلى أين حقيقة يمكن أن تصل هذه الراية في تشويه صورة الإسلام ومسخه وضرب الصورة السمحة التاريخية التي هي في صلب عقيدة الإسلام والمسلمين نعم دعنا نحصر الحوار في موضوع هذا الملف بالتحديد اليوم إلى أي مدى تجد التنسيق في التصريحات الأخيرة التي تستهدف حزب الله في لبنان والحجد الشعبي في العراق اليوم واضح تماما أن ما قاله سماحة السيد عن دور الحجد الشعبي المؤثر يعيدني بشكل سريع إلى التصريحات التي أطلقها مؤخرا السفير السعودي في بغداد بحق هذا الفصيل المؤثر والوازن والذي كان له دوره الحاسم في عودة وردع خطر الإرهاب عن العراق وعن عاصمته بغداد وبالمناسبة هذا الحشد يشارك كتفا بكتف مع حزب الله ومع الجيش السوري في ساحات مؤثرة في الميدان السوري وهذا يثبت أن هذه القيمية المتشاركة ما بين حزب الله والحشد الشعبي والجيش السوري والجيش العراقي أتت أكلها في ردع المؤامرة وتأخذ منحا تصاعديا في سبيل هزمتها لذلك من الطبيعي أن يأتي الربط من سماحاته بالشكل الذي قدمه وأن يكون تعاطي الأعداء بنظرة واحدة إلى ما يمثله هذين الطرفين من قيمة لدى جمهور وشعوب المنطقة بأكبالها في وجه هذا الإرهاب دكتور تركيز السيد حسن نصر الله على استحالة التطبيع مع إسرائيل هل جاء لتوعية المكون السني في المنطقة من مخطط اعتبار إسرائيل أمرا واقعا؟ هو بكل أسف نحن نتعرض منذ خمس سنوات على الأقل إلى مؤامرة ممنهجة تريد أن تقدم إسرائيل كعضوا مقبولا في الجسد العربي ونحن نعرف أنه منذ كامب ديفيد وحتى الآن تجربة الشعب المصري وتجربة الشعب الأردني وحتى الشعب التونسي وغيرها من التجارب لفظت منطق التطبيع ورفضته لذلك نعم هناك كي وعي حقيقي يجري على الشعوب العربية بين مزدوجين من مذهب معين ومن طائفة معينة ضمن عملية تسلل خطير لجعل إسرائيل مقبولة في ظل تعظيم الخطر الإيراني وقدرة الإعلام الحديث ووسائله المبتدعة وحجم المستثمر في هذا الإعلام بكل أسف أحدث خروقات حقيقية فيما تفضلت به بسؤالك لذلك المطلوب دائما ضمن ما نتمتع به من إمكانات وفي ظل المنصة المرتفعة التي يتمتع بها سماحة السيد حسن نصر الله أن نسعى دائما إلى تفريط الفرصة على الاستثمار في هذه الجزئية أشكر لك صدرك الرحب على هذه الإجابة كنت معي ضيفي من بيروت المحلل السياسي الدكتور وسيم بزي شكرا لك أيضا أحبتي المشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة هذه تحياتي لكم أنا تحسين الموسوي وتحيات موعد هذه الحلقة رافض صدر شكرا للمتابعة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة